استقبلت مستشفيات وزارة الصحة 130 حالة اشتباه بتسمم غذائي لعملة وافدة لدى شركة تعمل في إنشاء أحد المشاريع الحكومية في البلاد وذكرت وزارة الصحة أن مستشفى الفروانية استقبل 98 حالة تلقت العلاج في حين بقيت حالة واحدة بينما استقبل مستشفى الصباح 10 حالات إلى جانب استقبل مستشفى الجهرة 22 حالة وخرجت جميعها من المستشفى بعد تلقي العلاج